هل تعاني من مشاكل مرتبطة بالتهابات المفاصل والعظام وخشونة الركب وألم الظهر أو تلف العصاب إذن فإن الغذاء يمكن أن يكون السلاح السري للتغلب على هذه المشاكل وتحسين صحتك العامة في هذا الفيديو سنستكشف الغذاء الأول الذي يساهم في زيادة مستويات الكولاجين في الجسم وهو البروتين الحيوي الذي يعز الصحة المفاصل والعظام ويحمل أعصاب من التلف استعد لاكتشاف السر الغذائي الذي سيغير حياتك في البداية يجب عليك أن تؤمن أن مبدأ التشافي بوعي هو الذي يوفر لك الشفاء الحقيقي ويجب أن تعدل بعض المفاهيم وتعرف ما الذي يحدث في جسمك بالضبط في البداية ما هو الكولاجين؟ يعتبر الكولاجين أحد البروتينات الأساسية في الجسم حيث يشكل العنصر الأساسي للأنسجة الضامة مثل الغضاريف والعظام والأربطة والأوتار ومع تقدم العمر وسوء النظام الغذائي ينخفض إنتاج الكولاجين في الجسم مما يؤدي إلى تدهور صحة المفاصل وزيادة خشونة الركب وألم الظهر وتلف الأعصاب لحسن الحظ هناك طريقة طبيعية وفعالة لزيادة مستويات الكولاجين في الجسم وهي من خلال التغذية السليمة ويجب عليك أن تدرك أن أهم مبادئ التشافي بوعي هي بناء الأساسات الجيدة لتلك العملية والتي تعتبر التغذية السليمة أحد أهم أركانها إذ تحتوي العديد من الأطعمة على مكونات غذائية تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين وتعزيز صحة المفاصل والعظام وحماية الأعصاب إليك الآن قائمة بالمأكلات الغنية بالكولاجين ويجب أن توفرها عند تصميمك لنظامك الغذائي ننصحك بإحضار ورقة وقلم وتدوين هذه المعلومات فقد تحتاج إليها في لحظة ما أولا كيف يمكن أن نستثمر السمك للحصول على الكولاجين الطبيعي وما هي طريقة استثماره الأفضل تغذويا يعد السمك مصدرا رائعا للكولاجين خاصة الأنواع الدهنية مثل السلمون والسردين ويحتوي السمك على الأحماض الدهنية أوميغاثري التي تعزز إنتاج الكولاجين وتقلل من التهاب المفاصل وإليك كلمة السر الكولاجين المأخوذ من عظم الأسماك له فوائد رهيبة للمفاصل والعظام والصحة العامة إذ يعمل الكولاجين البحري على تعزيز صحة المفاصل وزيادة مرونتها ويساهم في ترميم الغضروف المفصلي وتقويته ويحسن الحركة والمرونة في المفاصل ويخفف من أعراض التهاب المفاصل وخشونة الركب ويحتوي الكولاجين من الأسماك على بروتينات أساسية تشكل هيكل العظام وعند تناول الكولاجين المأخوذ من عظم الأسماك يمكن تعزيز قوة العظام وتقويتها وأيضا يلعب الكولاجين دورا هاما في تكوين النسيج الصحي وإنتاج الخلايا التي تساهم في عملية التجدد الخلوي وإصلاح الأنسجة المتضررة وبدلا من أن تلقي عظام الأسماك في سلة المهملات بعد أن تتناول وجبة السمك يمكنك أن تستخلص المواد الطبيعية الموجودة في هذه العظام من خلال عملية الغلي ويفضل هنا وضع هذه العظام في الماء وتركها تغلي لمدة نصف ساعة على الأقل واتباع التعليمات التالية استخدم عظام السمك الطازج قم باستخدام عظام السمك الطازجة والتي يجب أن تكون نظيفة مثل عظام السلمون أو السمك الأبيض أو أي أنواع الأسماك الأخرى وقد تتمكن من الحصول على عظام السمك من السمك ذاتها أو من مصدر طازج آخر طهي العظام لفترة طويلة ينصح بطهي العظام لفترة طويلة على نار منخفضة يمكنك استخدام قدر ضغط لتسريع عملية الطهي هذا سيساعد في استخلاص الكولاجين القوي والمغذي من العظام الآن يأتي دور إضافة مكونات تعزز القيمة التغذوية وهنا ننصحك بإضافة الخضروات الورقية الداكنة مثل أليكرافس وأفضل مادة طبيعية قوية تحتوي على مضادات الأكسدة يمكن إضافتها إلى شوربة السمك الجزر الذي يحتوي على البيتا كاروتين والمفاجأة أن هذه المادة الفعالة البيتا كاروتين والتي تعتبر من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية يتم تعزيز امتصاصها في الوسط الدهني وهو ما توفره تلك الأسماك وهذه الأسرار التغذوية تعتبر من مبادئ الطهي بوعي وفي هذه الزاوية يجب علينا أن نتعلم فن الطهي بوعي من أجل أن تتحالف المكونات الطبيعية في هذه المواد التغذوية مع بعضها البعض لتحقيق الغرض العلاجي للشخص يوصى بتناول الشوربة المحسنة بالكولاجين من عظم السمك بانتظام للحصول على أقصى فوائدها يمكنك تناولها كجزء من نظامك الغذائي اليومي لتعزيز صحة المفاصل والعظام على المدى الطويل عند استخدام عظم السمك في شوربتك وتعزيزها بمكونات صحية أخرى ستتمكن من الاستفادة من فوائد الكولاجين وغذاء مفيد للمفاصل والعظام ماذا عن العظام اللحمية؟ يعد تناول اللحوم مثل الدجاج والبقر طريقة رائعة لزيادة الكولاجين في الجسم ويحتوي اللحم البقري على نوع خاص من الكولاجين الذي يساعد في تقوية المفاصل والعظام وتحسين مرونتها وأفضل طريقة للاستفادة من عظم البقر في إعداد شوربة غنية بالكولاجين تعزيزها بالكركم والزنجبيل وأوراق الغار والهيل والبصل والثوم جهز عظم البقر قم بشراء عظم البقر من مصدر موثوق به وتأكد من نظافته قم بطهي العظم وقم بإضافة الكركم والزنجبيل المبشورين لتعزيز النكهة والفوائد الصحية وقد ترغب أيضا في إضافة أوراق الغار وحبوب الهيل ولتحسين النكهة ضع القدر على نار هادئ وترك العظم يغلي قم بتقليبه بين الحين والآخر لضمان توزيع النكهات والمغذيات بالتساوي قم بتصفية الشوربة استخدم مصفى كبيرة لتصفية العظم والتوابل من الشوربة واحرص على الضغط على العظم لاستخراج أقصى كمية ممكنة من الكولاجين يمكنك إضافة بعض الخضروات مثل البصل والثوم المفرومين إلى الشوربة لتعزيز النكهة وإضافة المزيد من العناصر الغذائية لاحظوا أن الأفكار يمكن أن تتولد عندما نتبنى مبدأ أن نطهو بوعي ويمكن أن نبادر لتحسين هذه الإضافات من المهم استحضار أهمية الكركم والزنجبيل وأوراق الغار والهيل والبصل والثوم الذين يضيفون قيمة صحية إضافية للشوربة خاصة أن الكركم والزنجبيل يحتويان على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة في حين أن أوراق الغار والهيل والبصل والثوم يحتوون على مركبات مفيدة تعزز الصحة وتعمل كمضادات للالتهابات باستخدام هذه الطريقة ستتمكن من الاستفادة القصوى من عظم البقر وتعزيز شوربتك بالمكونات الصحية الأخرى لا تنسى طبق صلطة الأوراق الخضراء التي يضاف إليها الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ البقدونس الخس وكل الأوراق الخضراء الأخرى لأن هذه الأوراق الخضراء تحتوي على فيتامينات ومعادن تعزز القيمة التغذوية وتمدك بالفيتامينات والمعادن وتقوّل أنسجة الضامة يجب تضمين البيض إلى نظامك الغذائي لماذا؟ كلمة السر أن البيض يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لإنتاج الكولاجين وتقوية المفاصل والعظام كما أنه يحتوي على أحماض تعزز تشكيل الكولاجين في الجسم إضافة إلى أنه مصدر مهم من مصادر فيتامين دال الذي يعتبر رقناً أساسياً من أركان سلامة المفاصل والعظام يمكنك أن تضمن نظامك الغذائي الفواكه وخاصة الكالتي تحتوي على فيتامين سي لأن إنتاج الكولاجين في الجسم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفيتامين سي وهنا ننصحك بإضافة الكيوي الذي يعتبر المصدر رقم واحد من بين الفواكه غنى بفيتامين سي يليه ثمرة الجوافة ثم اللجوء إلى المصادر الأخرى مثل الحمضيات والفراولة والفلفل الأحمر الحلو استثمر في نفسك وفي صحتك وابدأ اليوم في تضمين هذه الأطعمة الغنية بالكولاجين في وجباتك اليومية ستلاحظ الفرق الواضح في صحتك وسعادتك العامة لا تفوت فرصة تحسين حياتك اتبع هذه النصائح وابدأ رحلتك نحو صحة الأفضل وحيا أكثر نشاطاً وسعادة وتذكر أنه يجب أن تمارس التمارين الرياضية وأن تحافظ على الوزن الصحي لأن الوزن الزائد يزيد من الضغط على المفاصل ويسبب زيادة الألم نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم شكراً لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء وإذا كانت لديكم أي آراء أو نصائح أو ملاحظات نسعد بها في التعليقات أسفل هذا الفيديو